الفيديو ده ده الرجالة بس ولو انت عايز تسمع الفيديو ده مفيش مشكلة تنورينا لو انت مرتبط ببنته وعايز تعرف اذا كانت البنت دي ينفع تتجاوزها ولا لا او لو انت متجاوزها اصلا وعايز تعرف اذا كان ينفع تكمل معها ولا لا يبقى لازم تركز في كل كلمة في الفيديو ده هنتكلم على عشر انواع من الستات او البنات لو حبيبتك واحدة منهم يبقى لازم تعيد تفكير تماما في موضوع ارتبطك بيها ولو هي مش منهم يبقى مبروك عليك النوع الاول وهي البنت اللي بطبعها مفيش حاجة بتعجبها او بترضيها ما بتقولش كلمة حلوة في حقك لايتك لابس لبس جديد تقولك انه مش لاق عليك اشتريت ساعة مثلا تقولك انه لونها وحش جدا يعني ما بيعجبهاش العجب وللأسف الحاجة اللي بتخلي الراجل يحس بمشاعر السعادة في علاقته بالبنت اللي معاه هو انه يحس ان البنت اللي معاه مبسوطة جدا باللي هو عليه باللي هو فيه باللي بيوفره لها لكن لما تلاقيها دايما بتنتقد فده بيخليك انت كراجل تحس بمشاعرك تقال فمن البداية لو لاحزت ان مفيش اي حاجة بتعجبها مفيش حاجة بترضيها انسحب النوع التاني وهي البنت اللي بتلاقيها لسه محتفظة بعلاقتها مع الشخص اللي كانت مرتبطة بيه قبل منك يعني تكون انت معاه في علاقة وتلاقيها لسه عاملة فلوة على الانستجرام للشخص اللي كانت مرتبطة بيه او تلاقيه لسه عندها الاصدقاء على فيسبوك او تلاقيها لسه محتفظة برقمه ومن وقت للتاني بيتواصله مع بعض عادي جدا وهنا لازم تعرف انك في مشكلة لانك هتلاقي دايما البنت دي اتكرنك بيه ويكون سهل جدا عليها انها تتخلى عنك علشانه بمجرب ما يطلب منها ده بمجرب ما يحاول يرجعها سدقني هتلبسك الخزوق المعتبر لان ده معناه انها يمكن خرجت من علاقتها بالشخص ده على ارض الواقع لكن زينيا ونفسيا هي لسه معاه فلما تلاقيها لسه محتفظة بيه على السوشيال ميديا محتفظة برقمه وتتواصل معه من وقت للتاني فلما حاجتك واخد بعضك ويمشي النوع التالت وهي البنت اللي بتحب تلفت الانتباه عارف انت البنت اللي لما تروح مكان معين تلاقي ان اسلوبها بدأ يتغير تلاقي ان هي حبة ان الناس تبص عليها حتى يمكن تلاقيها بتوزع نظرات ما بينها وما بين الناس الموجودة مشكلة الموضوع ده انه هيخليك دايما تهس بالغيرة وهتلاقيها بتسبب لك مشاكل كتير جدا مع اللي حواليك فبتلاقي نفسك في النهاية اما انك بتتخلق معها او تدخل في خنق او شجر مع الناس اللي هي لفتت انتباههم ودي طبعا حدا احنا مش عايزينها لان النوع ده من البنات للأسف ما تقدرش ابدا انك تعتمد عليه في الحياة لانها هتكون دايما مصدر مشاكل بالنسبة لك النوع الرابع وهي البنت اللي بتكره اهلك احيانا ممكن تلاقي ان البنت اللي انت بتحبها ما بتتفقش ابدا مع اهلك دي حاجة عادية جدا ممكن تحصل وممكن كمان تكون المشكلة من اهلك نفسهم لكن الحاجة اللي مش عادية ومش طبيعية وهي انك تلاقي البنت دي بدأت تتكلم عن اهلك بشكل سيء بدأت تكرههم جدا وتتعامل معهم باسلوب متدني جدا فبالتالي البنت دي هتسبب لك مشكلة كبيرة لانك محتاج لوحدة تساعدك على انك تصلى حيالك طبعا مش شرط انها تحبهم المهم ان هي تحترمهم وتحترمت لانهم اهلك وتتكلم عنهم دايما بشكل كويس سواء معك او من ورائك اما النوع الخامس وهي البنت العطفية جدا طبعا كل البنات والستات عطفيين لكن في نوع عطفي بشكل مبلغ فيه جدا والنوع ده اتعرفه على طول لما تلاقي ان البنت اللي معاني دي عايزاك تكلمها 24 ساعة عندي واحد صاحبي مرتبط ببنت والبنت دي كانت بتطلب منه انه يحط السماعات في ودنه ويكلمها 24 ساعة حتى هو بيشتغل وهو بيكلم صحابه بيكلم اهله بتطلب منه انه ما يعديش دقيقة واحدة وهو ما يكونش بيكلمها يعني ضروري انه يكون حطة السماعات وبيكلمها او على الاقل بيتواصل معها على الاتشات يعني تليفونه لازمه 24 ساعة للأسف البنت دي عطفية جدا وفاكرة ان العلاقة او الارتباط والحب اساسه انه يكون فيه تواصل ثانية بثانية ولو عدت دي انه غير من التواصل مع بعض فانت كده ما بتحبنيش عندها مشكلة نفسية وهتوصلك انت كمان لانك تعاني من نفس المشكلة فلما تلاقي ان البنت اللي معاك عاطفتها مبالغ فيها فلازم تعرف ان اقراراتها بخصوص علاقتكم هتكون متهورة جدا ويمكن كمان من قطر ما هي بتفرد حبها عليك بتفرد تعلقها بيك تأذيك النوع السادس وده اكتر نوع انا بصراحة بكره جدا وهي البنت اللي بتخرج اسرارك للي حواليك بمنتهى السهولة يعني تلاقيها معاك في علاقة عارف عنك كل حاجة تقريبا وتكتشف ان هي حكية كل اسرارك لكل الناس ولما يحصل خلاف دينكم تلاقيها على طول بدأت تعيرك باسرارك او بدأت تعرف اللي حواليك عيوبك فالنوع ده من البنات ما تقدرش ابدا انك تعتمد عليها في تكوين اسرة او حياة مستقرة اما النوع السابع وده بصراحة منتشر جدا ولازم تاخد حذرك منه لانه ممكن يزيك وهي البنت اللي ما عندهاش رأي او البنت اللي لما تلاقيها في مشكلة معاك تلاقيها بدأت تنشرها على الجروبات او على السوشيال ميديا عارف انت البنت اللي كل ما صاحبتها قالت لها ازاي تتعامل معاك فتلاقيها طبقت رأي صاحبتها عليك بالحرف حتى من غير ما تعرف ليه من غير ما هي تاخد القرار من نفسها ما عندهاش رأي وانها تلاقي نفسك انت مش مرتبط بالبنت دي انت مرتبط بصاحبتها مرتبط بكل الناس المشتركين في الجروبات اللي هي بتحط عليها اسئلة يعني كل شخص يقول لها رأي تلاقيها بتنفزه عليك وبس وده طبعا هيدخلك في مشاكل كتير النوع التامن وهي اللي بتعاند كلامك من قبل العناد وبس للأسف في ستات بتستمتع جدا بالعناد واخدين العلاقة على ان هي تحدي فبتلاقي البنت اللي انت معها بتحاربك انت مش بتحارب معاك عشان تعيش وعيشها كويسة او تستقر هتلاقي حتى ما بتحاولش ان هي توصل لحل وسط بينك وبينها كل اللي بتعمله ان هي بتعاند وبس يمكن حتى الحاجة اللي هي بتعملها هي من جواها مش عايزة تعملها اصلا فبتلاقي بتعملها بالعند فيه اما النوع التاسة وهي البنت اللي بتخطفي وبترجع مش قلت البنت دي ان هي تحطك دايما احتيت هتلاقي نفسك مش عارف انت فين بالزبط من حياتها هل هي معاك في علاقة هل هي بتحبك هل هي منجزبالك اصلا هل هي انصحبت هل هي رجعت كل ما حاولت انك تلاقيها وتقرب منها هتلاقيها بترفض لكن كل ما انت اللي بعت تعنع هتلاقيها بتحاول ان هي ترجع لك وتكلمك وتتواصل معاك وتقابلك وترجعك هي وبعد كده تختفي مرة تانية والبنت دي اما ان هي عندها شخص تاني هي معجبة بي او يمكن هي دلوقتي مش عايزة ترتبط لكن عايزك تكون احتراط في حياتها او يمكن هي اصلا بتحب التملو اما النوع العاشر وده النوع اللي عايزك تكتبولي في الكومنتات عشان نستفاد من تجربتك واشوفكم على خير في الفيديو جديد سلام موسيقى